السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم السبت اثنين آذار مارس القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح ينتقل لبرج القوس في تمام ساعة وحدة وخمسة وخمسين دقيقة من بعد ظهر اليوم السبت ورح يظل القمر موجود في برج القوس لغاية الساعة التسعة واربعة عشر دقيقة من مساء يوم الاثنين لينتقل بعديها لبرج الجدي القمر الآن موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة عشر واربع دقائق من مساء اليوم السبت طبعا وبعدها بده ينتقل منزلة عائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق القمر بما انه موجود في برج العقرب لغاية ساعات ما بعد الظهر معناته خلال هذا الوقت ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يام نحب يام نكره يام نتقرب يام نبعد يام نتواصل مع الغير يام نقطع العلاقات يعني ما في حل الوسط عندنا وبيلعب الجنس دور مهيمن في هاي المرحلة وفي حياتنا احنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او من ضغط عاطفي لانهم بالفترة هاي ممكن ينفجروا في اي شخص موجود حواليهم بحاول ينتقدهم او يوجه لهم اي كلمة يعني بشكل كبير يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية مهمة مثلا او مغامرات او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخذ قرار مهم او اهتمام بمسائل تتعلق بالعقارات بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح تستمر يعني لغاية ساعات نقدر نقول المساء بتعزز الخيال الخصب وبإقوى الحدس وعليفا واكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا تمنحنا كفاءات للأعمال الفنية اولى الأعمال اللي تتعلق بالفنون اجمالا والروحانيات ايضا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي رح يبدأ الساعة سبعة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقله بيستقر في برج القوس عشان هيك من ساعات ما بعد الظهر منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط وبنلتقي بأناس اكثر سعادة وبنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عنا بيتحول تفكيرنا الى عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل ايضا للسفر والاجازة وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال او تعلم لغة جديدة او ممارسة هواية او تجربة حضنة او التخطيط لرحلة او الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للاعمال التجارية اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة 14 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدراتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للابداع بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية خلال هذا اليوم وما لازم أن نجري لها عمليات جراحية كبرى إلا إذا كانت الطرارية طبعا من الآن ولغاية ساعات ما بعد الظهر عن الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحلي للغداد التناسلية المبايض لبروستاتا عظم العانى والجينات أما الأعضاء الأكثر حساسية من ساعات ما بعد الظهر عند الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورق مفصل الورق الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم طبعا دون فترة خلو المسار ما في أي مشاكل إجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن ولكن يعني وحتى الجراحة جيد لإله ولكن مش بفترة خلو المسار يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزهد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج القاوس معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة 43 دقيقة من عصر يوم الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة 49 دقيقة مساء ليستقر القمر بعدها في برج الجدي أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 22 يوم في تمام الساعة 10 و7 دقائق مساء بيصير 23 يوم نسبة الإضاءة 57% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 30% القمر في العقرب ورح ينتقل للقوس ورح يظل في القوس لغاية يوم 4-3 منتحس بنسبة 10% الآن في ساعات الصباح سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر سعيد بنسبة 45% ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الحوت حتى يوم 10-3 سعيد بنسبة 5% الزهرة في الدلو حتى يوم 11-3 منتحس بنسبة 75% المريخ في الدلو حتى يوم 22-3 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً رح يتغير الوضع لصالحك مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء تقبل آراء الآخرين بدون تحفظ ممكن تنشغل بمعاملة أو ملف أما في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في السفر أو الاتصالات البعيدة ولكن بدك تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتحمل هاي الفترة توتر لأنها من أكثر أيام الشهر ضغطاً عشان هيك بدك تحاذر من انقصامه لا تعادي أحد اتجنب الخلافات كلياً لأن خصمك قوي وطباعك ما رح تكون هادئة أما في ساعات ما بعد الظهر بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة أنجز الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بترتاح لسير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها راعي ظروفك الصحية بتعيد ترديب الأوضاع وبتتحسن الأحوال أما في ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم كونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظرهم وحاذروا من الخلافات ولا ضخم الأمور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز عشان هيك بدك تضعم خاوفك جانباً وما تتهرب من المسؤوليات الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام لغاية ساعات ما بعد الظهر وبالظل من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظاً أما من ساعات ما بعد الظهر بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بإنها تأثر على استقرارك بتنهمك اليوم بحل مسائل عائلية أو شخصية وبتبدو قلق وبتتذمر لأقل إشارة أما من ساعات ما بعد الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم وبتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتمتع بسرعة خاطر وبديها وقدرة على الإقناع وإيجاد الحلول أما في ساعات ما بعد الظهر بتعيد تنظيم أموركم البيتية والعائلية وممكن يطرع عطل منزلي أو حدث عائلي برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئنها واجسك ووظف أمورك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو من جهة غريبة أو داعم من أحد الأشخاص أما من ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في السفر والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتستعيد حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة بتتلقى إشارة أو خبر وبتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي بالفعل فترة ممتازة جدا أما في ساعات ما بعد الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة والضياع برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس ابعد عن المغامرة والرهان على الحض ممكن تعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية فما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوذ وكل هذا الضغط واللي بتشعر فيه من تعب وتراجع في الصحة بزول مع اقتراب ساعات بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي وبتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي هاي فترة مميزة للتحالف وللتعاون وللمشارك الفعلية اقتنس الوقت المناسب لا يعلق الرأي كل الحصول على موقع معين اتفاعل مع المسؤولين بمرونة اما من ساعات ما بعد الظهر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه اكثر لصحتكم لا توقع على عقد ولا تحسم امر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي حافظوا على هدوكم حاولوا انكم ما تثيروا المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك فلا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب الاخطاء حافظوا على رصانتكم وتمسكوا بمسئولياتكم اما من ساعات ما بعد الظهر تنشطوا بين الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن يشاركوا في حفلة او مناسبة سعيدة الاجواء ممتازة على المستوى العلاقات الاجتماعية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة او فكرة جديدة كما انك ممكن تتلقى اشارة او خبر سار هاي من اجمل ايام الشهر تعتبر لغاية ساعات ما بعد الظهر بتكون الفترة نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورش جديدة اما من ساعات ما بعد الظهر بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية وتعتبر فترة مناسبة للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اتجنبوا الخلافات واسعوا لتلطيف الاجواء هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء